على خلفية تقدم جبهة تحرير إقليم تيغري وتراجع قوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية وجهت أديس أبابا اتهامات لأطراف دولية لم تسمها بدعم إضعاف البلاد واستنزافها عبر التدخل في الصراعات الداخلية بالبلاد وفي أول بيان عام يصدره مسؤول في الحكومة الإثيوبية بشأن مستجدات الأوضاع بإقليم تيغري زعم وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين بأن جيش بلاده يمكنه العودة إلى ميكي لعاصمة الإقليم في غضون أسابع إذا لزم الأمر على حد تعبيره المسؤول الأثيوبي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع باتشا ديبلي وهو مسؤول تطوير القدرات العسكرية بوزارة الدفاع الإثيوبية إن وقف إطلاق النار المعلن يوم الاثنين جاء لأسباب إنسانية من جانبه اعتبر باتشا ديبلي أن إقليم تيغري أصبح عباً على الجيش الإثيوبي وقال إنه ليس هناك داعي لوجود قوات بلاده التي يستهدفها شعب الإقليم على حد وصفه وأضاف ديبلي أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لم تعد تشكل تهديداً بينما أكد وجود خضر يشكل تهديداً أكبر على المستوى الوطني يتطلب صرف الانتباه إليه في إشارة إلى تصاعد التوتر على الحدود مع السودان وكانت جبهة تحرير تيغري قد حققت مكاسب كبيرة على الأرض على حساب قوات الحكومة ما جعلها تسيطر على عاصمة الإقليم تزامناً مع تراجع الأخيرة وإعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد ترجمة نانسي قنقر